السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معي في قناتي ستيب باي ستيب معيكم مشايمة. اه النهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلاس لكي جي تو. اه اللي فات بدأنا بيونت فايف ماي تاون. اسمنا اليونت لكزا لسن. اه النهاردة عندنا لسن تو او الدرس التاني من يونت فايف ماي تاون مدينتي. اوكي. طيب اه الناس اللي اول مرة تشوفنا ما تنساش تلقوا حلو جراء سبسكرايب تعمل لنا سبسكرايب او اشتراك في القناة. ما تنساش كمان تفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعر ان درسنا جديد نزل. لو استفدت مننا ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتعرف الناس على قناتنا. قناة ستيب باي ستيب التعليمية. لات ستارت. اوبين بيج سيفن. ان ستوردينت سبوك. الناس اللي مش معاها الكتاب. يري تيبقى معنا ورق او الام ونكتب المين بوينت او النقاط المهمة. اوكي. التايتل بيقول. ماي فاميلي از امبورتانت. ماي فاميلي يعني ها مين فاكر. ماي فاميلي يعني عائلتي. ماي فاميلي عائلتي. از تكون. امبورتانت مهمة. امبورتانت يعني مهمة او هامة. ماي فاميلي از امبورتانت. اوكي. الباردة. ريدينج ان رايتينج. ريدينج يعني دقتنا ملك. هتعرفنا على باباها ومامتها. ملك اول حاجة هتعرفنا على نفسها. هتعرفنا آآ هتقول لنا هي اسمها ايه? فبتقول ايل. هنبوس في السيركل اللي فيها صورة ملك. بتقول لنا. هلو. ماي نيمز ملك. هلو. يعني اهلا. هلو. 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 ببدأ بيها الكلام لما حب بعرف نفسي للناس. وبعد كده بقول اسمي. هلو. ماي نيمز ملك. ماي نيم از ملك. نيم يعني اسم. ماي نيم يعني اسمي ماي بتيجي قبل اي حاجة علشان اقول ان الحاجة دي بتاعتي او ملكي او تخصني. نيم اسم. ماي نيم اسمي. ماي نيم از ملك. اسمي ملك. في التو بكتشر دول في صورة بابا ملك ومامة ملك. تعالوا نتهرف عنهم اقدر. عندنا بيشو وان بتقول لنا. this is my. this is. this يعني هذا او هذه. this is my grandmother or my mother. ها. طب تعالوا نشوف الاول يعني ايه grandmother. grandmother يعني جدة. mother يعني ام. هنا هي هتقول لنا هل هي بتعرفنا على جدتها ولا على مامتها? يبقى this is my mother. this is my mother. she is a. she is a. she يعني هي. is تكون. she is a. هي دلوقتي عايزة تقول لنا الجوب بتاعت مامتها او الوظيفة او المهنة. من البكتشر القدامنا دي. يا تارا. she is a teacher or she is a tiller. ها من فاكر يعني ايه تيتشر يعني ايه تيلر? تيتشر يعني معلم او معلمة مدرس او مدرسة. تيلر. الناس اللي ذكرت اللي سناللي فايت. تيلر يعني موظف في بنك او الشخص اللي بيشتغل في البنك بيبقى اسمه تيلر. اوكي. يبقى هنا الاختيار الصحيح هيبقى ايه? she is a teacher. اكسلن. يعني معلم زي واضح في البكتشر القدامنا ان اه ان مامتها بتشتغل او مدرسة. اوكي. بعد كده بتقول لنا. she works in a. work يعني يعمل. هي عايزة تقول لنا ان مامتها بتشتغل. عايزين نقول اسم المكان اللي مامتها بتشتغل في. احنا خلاص عرفنا ان مامتها. she is a teacher. طيب ال teacher بيشتغل فين? هنقول she works in a bank or in a school. ها مين هيقول لي يعني ايه بانك ويعني ايه سكول الناس اللي ذكرتها? بانك يعني بانك. سكول يعني مدرسة. يبقى she works in a school. يبقى make a circle on a school. طيب last sentence بتقول لنا فيها ايه? بتقول لنا she goes to school by. she goes to school by. يعني هي تذهب. go يعني يذهب. goes هنا ده الفرب في present simple. فقلنا she goes to school by car or by bus. هي تذهب الى المدرسة بواسطة. الكار سيارة ولا باس اللي هو الاوتوبيز. ها look at this picture. excellent. she goes to school by car. يبقى make a circle on car. اوكي يبقى this is my mother. she is a teacher. she works in a school. she goes to school by car. اوكي. تعالوا نشوف اللي جنبها اللي فيها مالكس فاذر. بتقول لنا ايه? this is my father. father يعني اب. my father يعني بابايا. بتقول لنا this is my father. هذا ابي. او هذا بابايا. he is a pilot or a firefighter. ها من هاي? او بصينا عالبيكتشر القدامنا دي هنعرفوه بيشتغل ايه? he is a pilot. pilot يعني طيار excellent. ولا firefighter رجل اطفاق. a pilot excellent. لو بصينا هنلاقي ان ده اليونيفورم او اللبس اللي بيلبسوا البايلوت. وكمان عندنا في قدامنا في اللي هي الطيارة. فعرفنا ان مالكس فاذر is a pilot. اوكي. طيب عندنا بعد كده اللي بعدها بتقول لنا. he works in an airport or a fire station. هالبايلوت بيشتغل فين? he works هو يعمل in في an airport ولا a fire station? airport excellent. airport يعني مطور. an airport اللي هو المطور. اوكي. last sentence. he goes to work by bus or by metro. هلو بصينا في البكتشر هنلاقي صورة وسيلة المواسطات اللي هو بيوصل شغله بيها? bus excellent. she goes to work by bus. هو يذهب الى العمل بواسطة الاوتوبيس. يبقى this is my father. he is a pilot. he works in an airport. he goes to work by bus. اوكي. طيب. اه في نهاية البيتش. بيزبي بتقول لنا go to activity book page seven. يلا بينا على activity book. عندنا برضو نفس التايتل. my family is important. عائلتي مهمة او عائلتي هامة. my family is important. reading and writing قراءة وكتابة. ده exercise على اللي احنا لسه واخدينه او تعلمناه. في students book exercise one بيزبي بتقول لنا draw or stick a picture. draw ارسم or stick stick يعني الزق او يعني عايزين نجيب صورة جاهزة ونلزقها في البوكسز الفاضية قدامنا. draw or stick a picture يعني صورة. طيب هنا المفروض ان كل طفل هيتكلم عن ايه? عن بابا ومامته. في exercise two بيزبي بتقول لنا now write الان اكتب. عايزين هنكتب معلومات عن اللي احنا عمنا لها stick او اللي احنا رسمناها في البوكسز دي. اه عندنا this is my. مثلا لو هو هيتكلم عن مامته. هيقول this is my mother. she is a doctor. she is a teacher. she is an engineer. she is a nurse. وهكزا هنكتب جوب. اه كل الطفل طبعا هيكتب الجوب اللي اللي ممتو بتشتغلها. اه البوكس اللي جنبه طبعا هو لو هيكلم عن اه الفاضر او عن الاب. هيقول this is my father. he is a firefighter. he is a he is a police officer. he is a teacher. he is an engineer. وهكزا. وكي يبقى يريد اه كل الطفل يحاول يرسم او يجيب صورة جاهزة للاب والام وهما في شكرهم. ويعمل لها stick او يلزقها في البوكسز الفاضية دي. كده خلصنا ده اللي كان في تعالي ونرجع تاني بتاعنا. ركعنا عالسيودنس بوك بيج ايت. reading and writing reading قراءة and writing كتابة. اوكي التايتل بيقول. when i grow up. when i grow up. when i grow up. when يعني عندما. عندما اي انا grow up اكبر. يبقى العنوان لما اكبر او عندما اكبر. في الاكسرسايز ده الطفلة هيتعلم ازاي يهبر عن الوظيفة ان هو اللي هو بيتمنى اي اشتغلها لما اكبر. اوكي عندنا اكسرسايز وان بيزي بيبي تقول لنا read اقرأ and complete واكمل. read and complete اقرأ واكمل. عندنا هنا word box. box بيبقى في مجموعة من words او الكلمات اللي هي هتفيدنا او هتساعدنا في حل بتاعنا. تعالوا نشوف ايه هي ال words اللي عندنا. اول حاجة engineer. engineer. repeat after me. engineer. 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 مهندس. astronaut. 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 astronaut يعني رائد فضاء. astronaut. 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 رائد فضاء. firefighter. 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 رقل المطافي. firefighter. firefighter. رقل المطافي. police officer. police officer. police officer. شرتي او ظابط. نيرس. 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 مو مريضة. نيرس. 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 مو مريضة. اوكي. بحنا عرفنا الجوبس اللي عندنا. طيب. اه عندنا هنا ببكتر وان. صديقتنا بتقول لنا ايه؟ I want to be a nurse. I want to be. يا ريد انة حفظ. هيستخدمها لما يحب غرف ناس. هوا لما يكبر عايزة بق . b. I want to be. I want to be. I want to be. انا اريد ان能 اصبح be a nurse. I want to be a nurse. انا اريد ان اصبح ممرضة. انا صدقنا. هنعرف من شكل اللي هو لبسه. هو عايز يبقى ايه لما يكبر. ها يا ترى ده عايز يبقى ايه. irmi eens te officer excellent police officer. I want to be a police officer. اوكي. aí تعالي نشوف number three I want to be an I want to be an. ها يترى صدقتنا هنا اليونيفورم اللي هي لبسه اول لبسه ده لبسه ايه اصرونوت اكسلنت اصرونوت رائد فضاء اصرونوت 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 اي وانتو بي ان اصرونوت اوكي اي وانتو بي ا ها مين هاي قولي Jorge اصرونوت رجل الاتفال اي وانتو بي ا اي وانتو بي ا فايرفايته طيب لاست بكتر لحه بكتر 5 اي وانتو بي اي وانتو بي ان انجينير اصرونوت اي وانتو بي ان انجينير يعني مهندس لما اكبر عايز اشتغل مهندس. يبقى ده او الجملة دي هنحاول نحفظها للطفل الشعفوي ويقول الجوب اللي هو نفسه يشتغلها لما يكبر. طيب قبل ما نسيب هنا عندنا قاعدة مهمة عايزين نشرحها. هنتكلم عن او ادوات التعريف. هنا لو لحظنا لما كنا بنقول. طيب عندنا اي وان دول هما او ادوات الناكرة اللي احنا هنشتغل بيهم. بتيجي امتى? بتيجي قبل الاسماء والصفات المفردة. طيب هنا احنا هنتكلم عن الاسماء فقط مش هنتكلم عن اصطفات. هنا عندنا وانجينير اللي اثنين دول اسماء ومفرد. احنا عندنا واحدة بس وانجينير واحد بس. يبقى هنستخدم اي او ام اي او ام اسموهم او ادوات الناكرة وبرضو تطلق على ادوات التعريف لما نكبر شوية هناخد ودي اداة تعريف. طيب نرجع تاني الاي وان. امتى بستخدم اي وامتى بستخدم ان? بستخدم اي لو كان الاسم او النايم اللي احنا هنتكلم عنه او الجوب بتبدأ بحرف ساكن او اللي هي الحروف الساكنة. طب ايه هي الحروف الساكنة? الحروف الساكنة هي كل حروف اللغة الانجليزية معادة الفاولز. طيب تعالوا نعرف ايه هي الفاولز الاول? الفاولز يعني الحروف المتحركة. وهم خمس حروف. اي 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 او يو. يطلق عليهم فاولز. طيب لو الجملة بتبتدي او الكلمة اللي انا عايز احطيها اي او اعني بتبتدي فاولز منهم او بتبتدي بحرف متحرك. يبقى انا في الحالة دي هاختار اي ولا ان? هاختار ان. هاختار ان زي انجينير بيجن وز لدر اي. علشان كده قلنا ان انجينير. اوكي. يبقى دول الفاولز او الحروف المتحركة. باقي الحروف بتوع اللغة الانجليزية او باقي الالفابة كلها تعتبر او حروف ساكنة. يعني اي كلمة هتبتدي بحرف غير دول هحط قبلها اي. اوكي. زي اي واند او او حرف ساكن. علشان كده اخترت ايه. طب امتا هستخدم ايان يا ميس? هستخدم ايان. لو الاسم اللي انا هسبقه باي او ان بيبتدي بالفاولز اللي هما الحروف المتحركة اي 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 او يو خمس حروف ايه يبقى انا ساعتها هحط ان ان انجينير او ان ااسترونوت ان ااسترونوت عندنا ااسترونوت بجنوز ليدر اي وده فاول حرف متحرك. اوكي طيب كده الكرامر او القاطع بتاعتنا انتهت وهي قاعدة اي وان وسهلة جدا ان شاء الله هتبقى بسيطة في نحو موصلها للدفل. كده خلصنا في نهاية البيج بتقول لنا جوتو اكتيفتي بوك بيج ايد برضو تعالوا نروح على الاكتيفتي بوك. اوكي روحنا على الاكتيفتي بوك بيج ايت نفس التايتل عندما اكبر عندنا اكسرسايز وان بتقول لنا يعني ارسم يعني ارسم صورتك. بمعنى يرسم. درو 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 ارسم. يور بكتر يعني صورة. يور بكتر يعني صورتك. ارسم صورتك. اوكي عندنا في البوكس الفاضي ده هنحاول نخلي الطفل يرسم صورة لغ. وبعد كده اكسرسايز تو بيزي بي بتقول لنا ناو رايت الان اكتب. ناو يعني الان. رايت اكتب. طيب هنكتب ايه? بعد ما طفل هيرسم صورته هيكتب لنا معلومات عنه زي اسمه هيقول. ماي نيم از. ماي نيم از. ويكتب اسمه. ايام سبيس. يورز اول. ايام. هنا سبيس. حايزين نحط فيه عدد سنوات عمره. ايام. سيكس يورز اول. ايام اي 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 ا ليه يا ميس علشان او بحرف متحرك ايه هي الحروف المتحركة يا ميس الحروف المتحركة او هما عندنا في الحالة دي هقول اي وان مش اي وان اي وان اس استرونوت طيب كده خلصنا تعالوا نرجع استخدامات اللغة عندنا يعني استمع تتبع اثر الكلمات اثر الكلمات عندنا كلمات مكتوبة او بالخط المنقط فهنمسك القلم وندوس على الخط ده علشان يظهر يبقى ده هو ده او يعني تتبع اثر طيب عندنا هنا كل فيها جوب معينة ايه عندنا صديقنا بيقول لنا يعني هنا ايه شلنا وعملنا دي يعني ايه اصلا از يعني يكون بيجي اه لو تصريفات معينة مش هنشرح طبعا دلوقتي هنا عايزين ناكد او اسماء الفاعل طيب عايزين اه يعرف الفرق بين هي وشي وذي هي يعني هو بتيجي مع الراجل او مع المذكر لو انا عايز اقول ده مدرس او معلم هقول هي از اتيتر هي از يعني هو هي يعني هو هو يكون معلم يبقى عندنا هنا هي معناها ايه معناها هو بيجي معها او التصريف ال بيجي معها هي هو از هي از اتيتر اوكي عمدنا اه هنا هيعمل تريسينج لكلمة هيز دي وفي السبايس اللي تحت صورة هيكتب هيز يعني هي از هو يكون معلق اوكي عندنا هنا عندنا صورة دي فيها راجل ولا ست او جيرل طيب عندنا اه بتاعنا مؤنس او بنت بنقول شي شي يعني هي اوكي شي از هي تكون شي از او شي از شي يعني هي هي از هي تكون شي از اا فت فت يعني طبيب بيطاري فت طبيب بيطاري او طبيب اللي هو بيبقى متخصص في علاج الانيمالز او الحيوانات بيبقى اسمه فت او فتنري فت يعني طبيب بيطاري شي از افات شي از افات شي از افات هي تكون طبيبة بيطارية اوكي وهنا تحت دي في السبايس ده هنكتب شي او شي از طيب لو بصينا بيكتر ثري هنلاقي هنا في جروب او في مجموعة من الناس دول دكتورز دكتورز مش دكتور واحد الاس دي اس الجامع دكتورز يعني اطباء وكتير اكتر من من واحد ان انجلش مفيش حاجة اسمها مثنى اا اكتر من وان بيبقى بيتعامل معاملة او الجامع فهنا اطباء طيب ايه هو المناسب لهم هو ذي ذي يعني هم ذي هم طيب ذي يميس له تصريف خاص بي امتبأ امتبأ يا ترى هقول ذي از لا خطأ لما يبقى بتاعي ذي بيبقى التصريف بتاعي هقول ذي هم يكونوا دكتورز ذي ار دكتورز ذي ار دكتورز هنكتب في السبايس اللي تحت انا ما حبيتش اشرح بالتفصيل انا بس عايز الطفل يعرف الفرق بين هو وهي وهم هو هي 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 هم ذي اوكي عايز اقول هو مدرس هقول هايز اقول هي طبيبة بيطرية اقول هي از افات عايز اقول هم او طباء ذي ار دكتورز ذي هار دكتورز اوكي في نهاية البيج بيز بي بتقول لنا جوتو اكتبتي بوك بيج ناين رحنا على الاكتبتي بوك بيج ناين التايتل listening and speaking استماع وتحدث listening يعني استماع speaking يعني تحدث اوكي عندنا اكسرسايز one listen and circle listen يعني استمع and circle يعني اعمل دايرة انا هقول sentence جملة وانت هتعملي دايرة على الصورة اللي الجملة دي بتوصفها اوكي عندنا في نومبر وان بيزي بي عملت لنا على طب تعالوا نشوف ايه هي كانت بتقول ايه بتقول he is a pilot he is a pilot he is a pilot عمل على صورة طيب تعالوا نشوف number two هقول لكم ايه هقول لكم she is a teacher she is a teacher يا ترى هعمل على منهم اكسلنت she is a teacher يبقى make a circle on a teacher هنا هنا قلت she ليه قلت she لان انا هي بتكلم عن مفرد مؤنس او واحدة ست او girl بتكلم عن مؤنس يبقى هقول she هي تكون انما في البايلوت علشان هو راجل او هو مذكر قلنا he اوكي طيب بيكتر تري they are doctors they are doctors هاية ترى بتكلم عن اي بيكتر منها اكسلنت بيكتر دي فيها two doctors فعلشان كده انا قلت they are they يعني هم يكونوا اطباء او هم اطباء فالانجلش لازم يعني احنا في العربي لو هنقول هم اطباء الجملة صحيحة لكن في الانجلش لازم نحط لازم يبقى في فعل فعل to be او فعل يكون بيعتمد على الفاعل لو الفاعل هي او she او it بيبقى is انما they بيجي معها are يعني هم يكونوا they are doctors اوكي طعم نشوف number four he is a teller he is a teller هو يكون موظف في البنك he is a teller excellent make a circle on a teller طيب طعم نشوف picture five she is a vet she is a vet she is a vet هي طبيبة بيترية which picture excellent make a circle on a vet type picture six هقول he is a fire fighter he is a fire fighter واكلم عن اي picture منه excellent صورة رجل الادفاع يبقى هنا عرفنا لو انا هكلم عن مفرد مذكر هقول هي لو مفرد مؤنس هقول she لو جمع هقول they طيب مع هي بيبقى مع شي كمان بيبقى انما لو الفعل بتاعي او بتاعي بيبقى هم يكونوا اوكي طيب هنوقف اللسم بتاعنا عند الجزء ده لان احنا لو تكملنا في اللي بعد كده هندخل في جديدة انا هكتفي بالكم ده وهنكمل في اللسم اللي جاي زي ما قلتلكم احنا لازم نقسم كل يونت لكزا اللسم مش هينفع نقسمها حتى انا بشايفة ان الكام كبير علشان نعرف نذكر للولاد اه هنقسم اللسم لما وصل لكم المعلومات اللي انا حس ان التفل كده لو زودت عنها هو هيتول مني انا كده بعمل stop وبقف ونكمل في اللسم اللي جاي اه يا رب يكون الشرح واضح لو في اي حاجة مش واضحة اكتبوا لي ده في القومنز ما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك صفحة كوننكت بلاس انا ميش عيماء وانا اللي بارد عليكم في المسجات وبرد عليكم على اليوتيوب اه انا المسؤولة عن البيج بتاعتي وعن ما حدش بيرود ديابة معاني اه لو انا بتأخر اعذروني ده معليش كل حد عنده اه حاجات تانية بتشغله فانا جاصب عني بتأخر عنكم اه لو في اي اسئلة في اي مرحلة اه من المراحل اللي بتدرس اكتبوا لي ده في القومنز يا رب يكون الشرح واضح كنتم معي انا ميش عيماء من قناتي قناة step by step good bye